قال موسى لربك يا ربي خلقت آدم بيديك ونفحت فيه من روحك وأستثت له ملائكتك وأدخلته الجنة وطبت عليه فكيف استطاع أن يؤذي شكر هذه النعم كلها فقال له الله يا موسى يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين قال موسى يا ربي إذا قال العب يا ربي وهو راجع ماذا تقول له قال أقول له لبيك يا عب قال حيما قال وهو تاجد قال أقول لبيك يا عب قال موسى صيبة قالها وهو حاصل قال أقول له لبيك 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 إلا الله تعالى يخوض اللقمة في بطونهم غفرت لهم لأنهم يبدأون الطعام بسم الله ويختمونهم الحمد لله اللهم اجعلهم أمتي يا ربي قال الله لموسى يا موسى إنهم أمت محمد قال موسى يا ربي إني أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل سيئة فلم يسعلها وفركها من خجية الله كتبتها له حسنة واجعلهم أمتي يا ربي قال له الله قال له الله يا موسى إنهم أمة محمد قال موسى يا ربي أنا مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة فإذا فعلها كتبت له عسو حسنة إلى سبعمائة صباح اجعلهم أمتي يا ربي فقال له الله يا موسى إنهم أمة محمد فقال موسى يا ربي اجعلني من أمة محمد One time some of his companions came to him in the middle of a war in the middle of a battle a battle was raging on and they came to him in the middle of the battle and they say ادعو الله احرقتنا نبال ثقيف the people of ثقيف are killing us with their arrows ادعو الله عليهم make dua Allah destroys these people wipes them clean off the face of the earth the Prophet صلى الله عليه وسلم raised his hand raised his hands for dua supplication the companion said we were like that's it done deal it's over and then when he opened his mouth he said اللهم أهدي ثقيفا Allah give guidance to the people of ثقيف and he reprimanded his companion he said إني لم أبعث لعانا I have not been sent to curse people to damn people to doom people وإنما بُعِدت رحمة I have been sent as a mercy for people as a mercy for Allah's creation your your you you you